تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع مشموعة آر أم فور عرب في تويتر يوتيوب ورابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم تجيكم بعد فوز ريال مدريد على البلباو الفوز اللي كان ممكن يعني لقب الدوري لو لا اللي صار في آخر عشر دقائق في مباراة أتلتكم مدريد وأوساسونة الإنقلاب الرهيب العظيم اللي كان بطلو في النهاية اللي أصبح على مفارقة هناك في الدوري الإسباني في مسألة مين بده يجيب لقب الدوري هنحكي لمباراة ريال مدريد مش كثير اليوم لأني أدحكي عن موضوع أهم ربما للمستقبل اللي هو الكلام الرحيل زين الدين زيدان خلال مشاركتكم هذا الفيديو إذا عجبكم الفيديو يتركوا لايك وإذا ما عجبكم كمان يتركوا لايك لأنكم أصحابي ريال مدريد دخل اللقاء عشان يختبر نفسه مرتين الاختبار الأول اختبار يتعلق في مواجهة صعبة مع بلباو مفيش فيها لخيار واحد الانتصار أو بروح الدوري للجار هذا الشيء الأول الشيء الثاني اختبار أنه خبر رحيل زيدان أصبح يتداول والكلام عنه أنه بنسبة 100% والمدرب بمؤتمر الصحفي قبل اللقاء كانت تلميحاته شبه حاسبة أنه ربما حان الوقت أنه يغير هذا الكلام كله بيخلينا نحكي أمام اختبار فني وذهني للريال مدريد نجح فيه اليوم زين الدين زيدان ذهب لاختيارات تعطينا رسائل مهمة لما نشوف جونيور ورودريغو يبدأ على حساب أسنسيو هازار واضحة جدنا رسالة أنا شايف هدول أهم للفريق أحسن للفريق أكثر تضحية للفريق لما يعطي ميجيل جوتيرز الفرصة للرهين الأيسر هو يرى في مستقبل الفريق مرسله حيطلع بس ميجيل لعب اليوم وأيضا قدم مباراة جيدة جدا صراحة مرة أخرى بدفاعيا ممتاز هجوميا شخصية قوية بده وقت أكتر أكيد لازم نصبر عشان نعرف وين ممكن يوصل لكن أيضا إشارات إيجابية من الفريق وفالفيردي عوض كروس الغائب ومرة ثانية ريال مدريدي بيبدأ اللقاء باستراتيجية هجومية واضحة المعالم وبكل بساطة ببساطة الريال كان لازم اليوم يظلوا حاطة لاعبين على الأطراف ودائما في لعيبة عبق يعني معناها الريال بدي يوسع عرض الملعب دائما كنا نشوف إما الأظهرة بتصعد ولو ما صعدت بنشوف رودريغو أو جونيور هم اللي بوسعوا رقعة اللعب وفي هذه اللحظة لعيبة الوسطية اللي بتعمل زيادة عددية حول بنزيمة ولو كانت الأظهرة لصعدة رودريغو جونيور هم اللي بيضموا كان ريال مدريد عم بلعب بهذه الاستراتيجية بنفس الوقت كان عم بيحاول يخلي الكرة على مشارف الثلث الأخير لبلباو ريال مدريد كان يعرف إنه بلعب أمام الزمن أمام الزمن لما يجي خبر إنه قتلتكم مدريد يتقدم أمام الزمن لأنه الوقت كل ما مشاعب بيطلع منه كان كثير مهم يظلوا محافظة على هدوءه ونجح زيدان في هذا حافظ على هدوء الفريف الريال ما خلق كمية كبيرة من الفرص لا بحظة تسجيل الهدف يعني التسجيل الأولى من مودرج تقريبا من دقيقة 57 الفرصة الثانية كانت من ركنية وحد الهدف كان من فكرة ركنية لكن الريال حافظ على الكرة قرب منطقة بلباو وبالتالي أي غلطة بيجي منها الهدف وهذا اللي حصل حصن دفاعاته بشكل جيد ربما بكرة أو كرتين بس قدروا يهددوا مرمى كرة واه بشكل صريح وغير ذلك الريال كان دائما عم بملك الكرة وبيخلي الاستحواذ قربهم إدارة صحيحة من زيدان لهذا اللقاء بلا أن نتكلم عن مباريات ثلاث نقاط فقط ربما قبل ما أنتكلم عن زيدان كان يعاب على ريال مدريد مسألة الأمس قبل الأخيرة بكثير مواقف حتى ميجيل حتى مودريش لما تكون الكرة في منطقة الجزاء التمريرة اللي تطلح هي الغلط وإلا كان ممكن تكون مباراة أسهل لو كان فيه نوع من الإبداع نوع من حتى بعض الأحيان تسهيل الأمور على الآخرين كان ممكن تنحسب خليني أنتقل للموضوع الأهم موضوع زين الدين زيدان والكلام اللي أصبح الآن شبه رسمي إنه بدي يرحل على ريال مدريد الوجهة لسه مش معروفة لأنه في كثير خيارات طبعا الخيار الأقرب للمنطق بقول ممكن يكون روح على منتقب فرنسا الرجل تعبان مرهق بسمع كلام توتر فممكن تكون منتقب فرنسا يوفنتوس خيار موغري حتى لو راعي الدور الأوروبي اليوفي حيظل زيدان خيار موغري بياخد أول سنة بهدوء السنة الثانية بيضبط أموره وأيضا عنا خيار بورد اللي لازم ما لإنساء النادي اللي يقدم زيدان لكرة القدم والنادي اللي ممكن يجي له مستثمر بأي لحظة وهذا معنى مشروع جديد معنى ممكن يكون زيدان مهتم يرجع لبلاده وبنفس الوقت يدير هذا المشروع بكل هدوء بعيدا عن التوتر والضغط بعيدا عن ذلك بلش الكلام يطلع عن بديل زيدان أليقري ورؤون ده وضح شغلة مهمة تعويض زيدان ما له علاقة بس بالتكتيك والنظام الفني والإدهال تعويض زيدان كثير عقد من ذلك شوفوا اللي صار في الفريق بأزمة الإصابات زيدان بكل هدوء خلص الموضوع بكل أريحية ما نقل التوتر لفريقه شوفوا كم مشكلة صارت هذا الموسم مرسل له مؤقرا لا تمرر له بنزيمة جونيور بالماضي كله تم احتواءه بمرة مرتين والسلام عليكم توتر راموس ما حسنا فيه لما يتوتر قائد الفريق وما تحس فيه مورف التغير الملابس هذا أيضا من جهد وقوة زيدان إذن الأزمات والاختلافات ما عم تخلق التوتر اللي كنا متعودين عليه صير في ريان مدريد أيضا زيدان هذا الموسم أظهر تطور رهيب جدا من الناحية الفنية والتكتكية أبهرنا كلنا مين ما كان عم بيلعب كان عم بيلعب أحسن من خصمه في المباريات الكبيرة قدم مباريات رائعة جدا عظيمة برشلونة ليفربول أطلن تقدم مباريات لا تنسى أثلتكم مدريد يعني تطوروا الفني أيضا صار رهيب صار ممتاز وفوق كل ذلك الرجل استعاد لاعبين كنا نتوقع لازم يطلعوا يعني مودريش كان حيطلع يوما ما مجانا في أكثر من لاعب كل ناش نتوقع يرجعوا رجحهم وقدر يعطي للريال مدريد أكمل لاعب شاب جدا كل هذا زيدان عمله فممكن البعض يجيقول أليقري تكتكيا ممتاز صحيح وأليقري أنا برأيي أنا من الناس اللي كنت ضد أنا مشجع يوفنتوس عن البعرقوش كنت ضد أليقري جاليوبي عشان كان لدينا علاقات متوترة معه وبدرب ميلا بس لما يجي أبهرني أبهرني بإدارة للمباريات التكتكية لكن هل هو يملك شخصية زيدان في الأزمات هل يملك شخصية زيدان في الخلافات لا هل رأول ممكن يكون الحل ما منعرف ما منعرف شو هو ما عمرنا جربنا المشكلة الحقيقة طعويض زيدان مش إنه مين المدرب إنه كيف حجيب مدرب ممتاز في الملعب محبوب من إعلام مدريد وبنفس الوقت مدير رائع ممكن تجيب مدرب تكتكيا أحسن من زيدان لكن إداريا بصراحة ما أعتقد في مدرب أحسن من زيدان وهذا بيخليني دائما خائف أي مدرب ييجي ممكن تفلت منه الأمور لكن زيدان مدرب ما فلتت منه الأمور أبدا ولما فلتت في 2017-2018 جاب دور الأبطال بس نوصل هون لنهاية حقق السيفي مدريد اتركوا لايك اشتركوا بالقناة وشيروها مع أصدقائكم لهذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله